موسيقى الخامسة من الميادين وتتابعون فيها موسيقى روسيا تعلن استخدام صواريخ كينجال الفرط صوتية في غرب أوكرانيا وكييف تقر بفقدانها القدرة على الوصول إلى بحر أزوف لافروف يؤكد أن التعاون بين روسيا والصين سيزداد قوة واتشاوي شوغلو يدعو إلى إصلاح منظومة الأمن الدولي لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة من ساحات الحروب وساحات المعارك السيد حسن نصر الله ينفي نفيا قاطعا ما تردد عن إرسال حزب الله مقاتلين وخبراء للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا إصابة مستوطن في عملية طعن وسط مدينة القدس المحتلة والأسرى يعلنون إضرابا مفتوحا عن الطعام قبيل شهر رمضان الأعلام الإسرائيلية تحدثوا عن إخفاق حقيقي جديد ويعلنوا أن هاكرز إيرانيين اخترقوا هاتف رئيس الموساد ونشروا بيانا حديثا عن راتبه أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استخدمت صواريخ كينجال فرط الصوتية لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض في غرب أوكرانيا الوزارة أشارت إلى أنها دمرت أيضا مراكز للاتصالات اللاسلكية والاستطلاع تابعا للجيش الأوكراني قرب مدينة أوديسسا الساحلية باستخدام نظام باستيون الصاروخي وذكرت وكالة ريانوفوستي الحكومية الروسية أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها صواريخ كهذه في النزاع في أوكرانيا بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها فقدت القدرة على الوصول إلى بحر أزوف مؤقتا بعد سيطرة القوات الروسية على ميناء ماريوبل واعترفت الوزارة بأن الجيش الروسي حقق نجاحا جزئيا في منطقة عمليات دانتسك وكالة نوفوستي الروسية فادت بأن الجيش الأوكراني فجر جسر دانتسك ماريوبل من دون تحذير المدنيين ما ألحق أضرارا بمنازلهم إلى ذلك أعلنت وكالة الأنباء الأوكرانية بأن صفارات الإنذار دوت في كييف وجيتومر وتشارنهاف اليوم أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق رايان هيلزبرغ خلال مشاركة له عبر قناة فوكس نيوز الأمريكية أن القوات الأمريكية دربت عناصر الجيش الأوكراني سرا للتعامل مع كافة التطورات الميدانية العسكرية وكالة المخابرات الأمريكية دربت الجيش الأوكراني وجيوشا من دول أخرى منذ سنوات تدريب العناصر الأوكرانية تم داخل أوكرانيا وعلى أراضينا في الولايات المتحدة تحديدا في فارم كامبيري داخل قاعدة عسكرية لتدريب أجهزة المخابرات الأمريكية في فيرشينيا التدريبات كانت صعبة للغاية ومرهقة وضمت مختلف السيناريوهات وتحاكي الظروف الصعبة كافة وقد شمال التدريب استخدام مختلف الأسلحة والتقنيات بالتوازي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي نقل 112 شخصا من جنسيات مختلفة من منطقة خيرسون بأوكرانيا إلى مدينة جيشانسك بجمهورية القرم وأوضحت في بيان أن الجنود الروس أمنوا الانتقال الآمن لكل من أبدوا رغبتهم في مغادرة مناطق العملية العسكرية الخاصة على متن حافلات ثم حارسوا على سلامتهم عند الانتقال إلى الأراضي الروسية في المواقف يكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن التعاون بين روسيا والصين سيزداد قوة في الوقت الذي يقود فيه الغرب على نحو صارخ جميع الأسس التي يقوم عليها النظام الدولي لافروف وفي كلمة له اتهم واشنطن بمنع الوفد الأوكراني المفاوض من الموافقة على أبسط الشروط في المفاوضات وأشار إلى أن مشاركة الوفد الأوكراني في مفاوضات كان شكليا في البداية لكن لاحقا جرى تحسين الحوار ولفت إلى أن موسكو أيدت دائما حل جميع القضايا ديبلوماسيا وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو قال إن الوضع في أوكرانيا كشف وجود حاجة إلى إصلاح منظومة الأمن الدولي بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني في أنطاليا أكد أوغلو احتمال التقاء الرئيسين الروسي والأوكراني بعد التوصل إلى تفاهم مشيرا إلى أن من الصعب توقع موعد ذلك قدمت روسيا إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن وثائق قالت إنها تثبت وجود تعاون في مجال إنتاج الأسلحة البيولوجية بين وزارتين الدفاع الأوكرانية والأمريكية نزار عبود لم تكن المرة الأولى التي تتحدث فيها روسيا أمام مجلس الأمن الدولي عن عشرات المختبرات الأوكرانية التي تعمل على إنتاج أسلحة بيولوجية محضورة بالتعاون مع البنتاجون وفي هذه المرة عرضت روسيا وثائق تحمل تواقع من مسؤولين أمريكيين تكشف ذلك الاتفاق مع البنتاجون لم يكن مع وزارة الصحة الأوكرانية بل مع وزارة الدفاع والوثيقة التي وزعناها عليكم اليوم تتحدث عن ذلك بوضوح وأتمنى التماعن بها مليا وحتى قبل التماعن بتلك الوثائق أو الرد على محتواها رفضت الدول الغربية التعاطي معها أو مجرد الرد على أسئلة وجهتها روسيا حول صحة تلك التواقع التي تذيلها وردت باتهام روسيا بالتمهيد لهجمات كيميائية في الحقيقة روسيا هي التي احتفظت لوقت طويل ببرنامج أسلحة بيولوجية في مخالفة للقانون الدولي وروسيا هي التي لديها سجل موثق باستخدام السلاح الكيميائي الصين استعجلت هذا التجاهل لقضية بهذه الأهمية من قبل الدول الغربية يتعين على الأطراف المعنيين التعاطي مع هذه المسألة بمسؤولية روسيا كشفت هذه الوثائق ذات الصلة ويجب على الأطراف المعنيين الرد على الأسئلة الروسية في وقت محدد من أجل تبديد مخاوف المجتمع الدولي ولا تجوز المعيير المزدوجة في هذا المجال لم تكتفي الدول الغربية برفض الاتهامات الروسية بل إن نائب المندوب الروسي منع من التغريد على تويتر بداية أنه ينشر معلومات مضللة كما أن الولايات المتحدة طردت قبل ذلك 12 دولماسيا روسيا بحجة أنهم يتجسسون لكن روسيا مصممة على متابعة هذه القضية إلى النهاية نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين دعا رئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي لإجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو وقال إن الوقت قد حان للجلوس والحوار وأن هذه هي فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار النجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها في أعقاب غزوها بحسب وصفه دائما نصل على المفاوضات وكنا نعرض دائما الحوار ونقدم حلا للسلام ليس فقط خلال العمليات العسكرية أريد من الجميع أن يسمعني وخاصة في موسكو لقد حان الوقت ومن الضروري الاجتماع وبحث الملفات لقد أنا الأوان لاستعادة الوحدة الإقليمية والعدالة لأوكرانيا خلاف ذلك ستكون خسائر روسيا كبيرة لدرجة أنها ستستغرق أجيال متعددة للتعافي شدد الرئيس الصيني تشي جين بينغ على وجوب أن توجه كل من بكين وواشنطن علاقاتهما نحو المسار الصحيح وأشار إلى أن النزاع ليس من مصلحة أحد وخلال اتصال عبر الفيديو بنظيره الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة الدولية في أوكرانيا أكد بينغ أن على واشنطن مسؤولية بدل مزيد من الجهود لتحقيق السلام العالمي كما لفت إلى أن السلام والأمن هما الكنزان الأثمن لدى الأسرة الدولية من جهته حذر بايدن نظيره الصيني من عواقب ستواجهها الصين إذا ساعدت روسيا في حربها على أوكرانيا كشفت وكالة بلومبرغ أن السياسيين في الاتحاد الأوروبي يدرسون إمكانية استخدام الأصول المجمدة لرجال الأعمال الروس لتمويل أعمال ترميم البنية التحتية لأوكرانيا ونقلت الوكالة عن مصادر أن مناقشة هذا الإجراء لا تزال في مراحلها الأولية كما أشارت لأن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في تعليقه على هذه المعلومات قال إنه في الوقت الحالي يجري تجميد الأصول فقط وإن رئيسة المفوضية الأوروبية لم تطلب دراسة هذه المسألة نفى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ما ورد في وسائل إعلام عربية عن وجود مقاتلين للحزب في أوكرانيا وفي كلمته خلال لقاء داخلي قال السيد نصر الله إنها أكاذيب يراد من خلالها بناء حملة إعلامية طويلة ضد الحزب أنا اليوم أمفي بشكل قاطع ألا عادة نحن منزل بيانات بس كوننا عم نخطب اليوم أمفي بشكل قاطع شيئا من هذا القبيل أنه ما في شيء هذا هذه أكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة من ساحات الحروب وساحات المعارك وسنسمع في الأيام القليلة المقبلة فضائيات عربية ومواقع تواصل ووسائل إعلام ويعمل عليها نغمة طويلة عريضة وتدخل حزب الله في الحرف في أوكرانيا على كل منظل نطلع بيانات نفي ولكن اليوم أود في هذا العمر أن أؤكد أن هذا ليس له أي أساس من الصحة مجرد شائعات ومجرد أكاذيب السيد نصر الله دعا إلى ضرورة تشكيل هيئة طوارئ ومتابعة تداعيات الحرب في أوكرانيا وأكد أن حاجيات أساسية باتت مهددة بخطر الفقدان بسبب الحرب اليوم يجب أن نطالب الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية بأنه نعم هي لازم تعمل هيئة طوارئ لأنه نبين تداعيات الحرب وصلت إلى لبنان وإلى المنطقة خصوصا فيما يتعلق بالحاجيات الأساسية بالبلد إنعكاسها على موضوع المشتقات النفطية موضوع الأمح موضوع الخبز موضوع الزيت موضوع المواد غذائية أخرى هذا بيتطلب أنه نعم الحكومة اللبنانية الدولة اللبنانية تعمل لجنة تعمل دراسة تعمل جلسة تشكل هيئة طوارئ مثل ما يعملوا اليوم بكل أنحاء العالم اليوم دول كبرى بالعالم وما عندها مشاكلنا ولا عندها أزماتنا شكلت لجنة طوارئ لحتى تابع التداعيات وتحتاط للتداعيات خصوصا على المستوى الغذائي الدولة اللبنانية معنية بهذا الموضوع فاصل ونحود أهلا بكم من جديد أصيب مستوطن في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب مفرق الثوري بالقدس المحتلة وذكر شهود أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاصة على منفذ العملية ما أدى إلى إصابته بجراح ونقل إلى المستشفى بحالة حريجة وشهدت المنطقة انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال ومركبات الإسعاف الإسرائيلية عقب العملية كما أجرت قوات الاحتلال عمليات بحث في محيط مكان عملية الطعن شدد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم على أن عملية القدس تؤكد تصاعد الفعل المقاوم في كل المدن المحتلة قاسم قال إن المدينة المقدسة ستظل تقاتل حتى انتزاع حريتها وترد الجيش والمستوطنين منها وأكد أهمية روح التضحية لدى الشباب الفلسطيني كضمان لانتصار الثورة مشددا على أن الثورة لن تتوقف حتى التحرير والعودة قرر الأسرى في سجون الاحتلال خوض إضراب مفتوح عن الطعام قبل شهر رمضان ردا على طغيان الاحتلال الأسرى أشار إلى أن الاحتلال يتعامل معهم على قاعدة أنه لا ظهير لهم وأكدوا أنهم يراهنون على حجم التآلف العالمي معهم ودعوا خلال رسالة لهم إلى تحريك الشعوب والتأثير في المؤسسات الدولية والرأي العام وطالبوا بالتفاعل معهم خلال إضرابهم عن الطعام على مواقع التواصل بوسم أسرانا لن نخذي لكم وجه قائد قوة القدس في حرس الثورة في إيران إسماعيل قآني كتاب تعزية للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بوفاة والده وفي رسالته قال قآني للضيف إن والده الحاج دياب المصري غرس بذرة المقاومة والجهاد في نفوس أبنائه وأحفاده فأيناعت انتصارات غير مسبوقة وأضاف أن العمل الصالح والجهاد العظيم على طريق تحرير القدس والدفاع عن المقدسات سيبقيان صدقة جارية تضاف إلى ميزان حسناته ونقل قآني للضيف أحر تعازي القيادة والشعب الإيرانيين لقيادة المقاومة في حماس وعائلة الفقيد شددت وسائل علام إسرائيلية على أن اختراق هاتف رئيس الموساد ديفيد برنيع إخفاق حقيقي مع ضحض الكلام الإسرائيلي على أن الاختراق يتعلق بهاتف قديم لزوجته وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن الهاكرز الإيرانيين نشر بيانا حديثا لراتب رئيس الموساد الذي يصل إلى أكثر من 250 ألف دولار سنويا مرفقا بصورة عن بيان ضريبة الدخل الخاص برئيس الموساد عن عام 2020 وهو ما تنوى له الإسرائيليون بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي أكد قائد القوات المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط فرانك مكينزي أن إيران هي التحدي الأكبر للولايات المتحدة وأن هدف واشنطن هو منع طهران من الحصول على قنبلة نووية من خلال إبرام اتفاق نووي مكينزي أضاف أن القيادة المركزية تضع نصب عيونها آلية تفعيل اتفاقات أبرهم وأكد جاهزية شركاء الولايات المتحدة الإقليميين للعمل معا في تدريبات مع سلاح الجو الإسرائيلي القيادة المركزية تضع نصب عيونها آلية تفعيل اتفاقيات أبرهم ومجال الدفاع الصاروخي هو أحد مسارات التعاون المشترك مع شركائنا لمسنا جاهزية شركائنا لإقليميين التقليديين في العمل معا في تدريبات مع سلاح الجو الإسرائيلي التعاون الإقليمي في مجال الدفاعات الجوية لا يتطلب من أي دولة الموافقة على نشر قوات أجنبية على أراضيها بدأ الحشد الشعبي في العراق عملية أمنية في مناطق مختلفة في محافظة صلاح الدين لحمايتها من تنظيم داعش وترمي العملية إلى مسح وتطهير مناطق الزلايا والعوينات والبودور في جنوب تكريت وتأمينها لمنع خلايا التنظيم من استغلالها أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن مجلس الوزراء اتفق على معالجة الموضوع القضائي وفق القوانين المرعية الإجراء ميقاتي وبعد جلسة خاصة في السرايا الحكومية للبحث في تطورات القضائية الأخيرة شار إلى أنه جرى خلال الجلسة تكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية مؤكدا أن حقوق المدعين يجب أن تبقى مصونة وسيطلب عدم وضع أي سقوف على سحب الرواتب من المصارف طلب المجلس بأن يأخذ القراءة القانون مجراه من دون أي تنميز أو استنسبية وأن تتخذ المبادرة لمعالجة الأوضاع القضائية وفقا للأصول وبحسب الصلاحية التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء وفي سياق المتصل كلفنا وزير المالية طلب مصف لبنان اتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل فوري لعدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة لدى المصارف كما شددنا وتمنينا على مجلس النيابي الكريم الإسراع بإقرار مشروع الكابير كونترول وكان التأكيد إرجع بقول وأكد على أن حقوق المدعين وخاصة صغار المدعين أن تبقى مصونة مصانة ومحفوظة أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومات في البرلمان اللبناني حسن فضل الله وجود خوف مبكر من نتائج الانتخابات لدى الطرف الآخر وأشار إلى أن خصوم المقاومة يرفعون شعار استهدافها ليحصلوا على تأهيد شعبي للأسف هنا قوى في لبنان صارت تعتبر أن شد العصر عندها هو باستهداف واحدة من أشرف الظواهر التاريخية في لبنان وإضافة المقاومة وأنتم تسمعون خطابات الكوى الأخرى في هذه الحملات لك متمسكين بإجراء الانتخابات في مواعيدها وبالقبول بالنتائجة ينتقل النتائج لكن على الآخرين من الآن أن يستعدوا للقبول بالنتائج وبتصويت الناس في هذه الانتخابات دعا ولي عهد أبو ظبيع الشيخ محمد بن زايد إلى انسحاب القوات الأجنبية الموجودة على نحو غير شرعي في سوريا بن زايد وخلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في الإمارات قال إن سوريا تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي لذلك فإن موقف الإمارات ثابت في دعم وحدة أراضي سوريا واستقرارها من جهته رأى الأسد أن العالم يتغير ويسير لمدة طويلة باتجاه حالة لا استقرار وقال إنه لحماية المنطقة العربية يجب الاستمرار في التمسك بموادئ سيادة الدول ومصالح شعوبها كما التقى الأسد حاكم دبي محمد بن راشد الخارجية الأمريكية أبدت خيبة أمل شديدة بشأن زيارة الأسد إلى الإمارات ورأت فيها محاولة لإضفاء الشرعية عليه المتحدث باسم الخارجية ناد برايس أكد أن واشنطن لن ترفع العقوبات عن سوريا ولن تدعم إعادة إعمارها حتى يحرز تقدم سياسي ملموس على حد تعبيره إلى تونس حيث قرر محافظ العاصمة حضر الاحتجاجات في شارع الحبيب بورغيبة واقتصار الفعاليات فيه على الأنشطة الثقافية والسياحية فقط المحافظ أضف أن كل الاحتجاجات تقرر نقلها إلى ساحة حقوق الإنسان أو غيرها من الساحات العامة في شارع محمد الخامس هذا وراءت وسائل علام تونسية أن هذه الخطوة من شأنها تأجيج غضب المعارضة انتشلت قوات الحرس البحري في تونس 12 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ولاية نابل شمال شرق البلاد مصدر أمني قال أن الغرق جرى انتشالهم من شواطئ مدينتي قربى ونابل بعدما لفظهم البحر ولم تتضح المعلومات بشأن ملابسات غرق المهاجرين أعلن الجيش الصومالي أن قواته الخاصة المدربة أمريكيا قتلت قياديين اثنين من حركة الشباب خلال عمليات عسكرية نفذت في عشر قرى بجوبة السفلة جنوبية البلاد الجيش أضاف أنه خلال العملية جرى تدمير معاقل القياديين ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر ولم تعلن الجهات الرسمية أسماء القياديين لكنها وصفتهما بالبارزين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ أكثر من عام اللجنة قالت أن البر الرئيسي سجل أكثر من ألفين ومائتي إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس وسجلت الصين أكثر من ألف وثمانمائة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض فيما لم تصنف بكين تلك الحالات بأنها إصابات مؤكدة إلى العنوان روسيا تعلن استخدام صواريخ كينجال الفرط صوتية في غرب أوكرانيا وكييف تقر بفقدانها القدرة على الوصول إلى بحر آزوف لافروف يؤكد أن التعاون بين روسيا والصين سيزداد قوة وتشاويش أوغلو يدعو إلى إصلاح منظومة الأمن الدولية إصابة مستوطن في عملية طعن وسط مدينة القدس المحتلة والأسرى يعلنون إضرابا مفتوحا عن الطعام قبيل شهر رمضان لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة من ساحات الحروم وساحات المعارك السيد حسن نصر الله ينفي نفيا قاطعا ما تردد عن إرسال حزب الله مقاتلين وخبراء للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن إخفاق حقيقي جديد ويعلن أن هاكرز إيرانيين اخترقوا هاتف رئيس الموساد ونشروا بيانا حديثا عن راتبه للمزيد من الأخبار والتقارير مشاهدين دائما زوروا موقع الميادين في شبكة الانترنت الميادين.net باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة